صحيح بداية النزال ويبدو أنه نزال ساخر فقط من طريقة دخول الملاكمتين هذه المواجهة أكيد واحدة ستخسر سجلها النظيف لأن كلا الملاكمتين لم تذوق طعما هزيمة من قبل صحيح طبعا الإقاع بيكون بالنزالات النسائية أسرع لأن الجولة أقصر الجولة عبارة عن دقيقتين فقط ببضب وحتى المدالات اللي على البطولة بتكون عشر جولات فقط كذلك الشي الآخر أنه هذا الريزال ترع على وزن 126 باوند اللقب متاح للجميع طبعا اللقب موجود مع سكاي نيكنسون في الفيدر ويت وزن الريشة تقدم رائع من رايبن شابمن كنا أمس مع الملاكم نيك بول صحيح وتوقع فوز رايبن شابمن أعطانا بعض بحكم أنه يتدرب معها أو يعرفها شخصيا وقال أنه ملاكمة فعلا يعني من الملاكمات الرائعات في العالم البريطاني أنا لا أعرف الكثير عن الملاكمتين إلا أنه بالتدريبات المفتوحة فجأتني سكاي بثرعة لكماتها وبتحركاتها تحركات الأخضار صراحة لديها قوة تركيز عالية للغاية صراحة الماتش ميكرز في نزالات موسم الرياض أذكياء جدا والدليل عدد كبير جدا من النزالات رأيناها خلال بطاقات موسم الرياض لا أحد كان يتوقع بأن تكون بتلك القوة وتضمن تلك المفاجآت والدليل البطاقة التي رأيناها في لوس آنجلس سابقا وأيضا هذه البطاقة التي تحمل الكثير من المفاجآت ونزالات ساخنة للغاية لذلك فمسألة الماتش ميكل أو هوية جدا هذه المتصارحة نعتقدم ريفين جابمن في كل الجولة ولكن لكماس الواضحة والدكاء كانت أفضل وبهذا هذه القوة في نزالات النساء قلت تضمنت الكل نحن كذلك نحن كذلك موسيقى طبعاً دولة أولى مفيد فماسيات الغارب ولكن أنا أعطيتها لسكاين مكبسة مشكلة النزالات النسائية ركام قصر الجولة ما بيخلي أحد يكون يعني إذا ما كان فيه تحكم واضح دائماً معظم الجولات بيكون متقارب جداً هذا واحد اثنين ما بيعطيه وقت كافي للملاكمات إنه هي تنهي النزال في الضرب القاضية قليلاً جداً ما نشوف الضربات قاضية لكن طبعاً عندك لاريسا شيلد أليشيا بومغاردنر في ملاكمات بتعرف تنهي النزال بطريقة جداً رائعة كذلك إنه عادةً اللاكمات القاضية تكون في الثلثة الثالثة من الجولة اللي النساء لا يحظون بها صحيح كثير من النساء ترى معترضين على هذه المعلومة أو معترضين عفاً إن الجولة تكون دقيقتين يعني أنا أفضل يقللوا عدد الجولات بس يخلوا الجولة ثلاث دقائق بيكون أفضل أفضل يقللوا عدد الجولة ثلاث دقيقتين لتجد فقط الرجل أو تثبت على مستوى واحد وبالنسبة للضربة القاضية فلقوة هذين الملاكمتين فلا أرىها شيئاً مستبعداً لأنه ولي الأمانة كل لكمة تسددها سواء ميكلسون أو شابمان تكون قوية ما هو تسع انتصارات وما عندها لضربتين قاضية سكاي نيكلسون حد عشر انتصار وعندها ضربة واحدة قاضية فلعل الركر يعطيك دلالة لأنه اللكمات القاضية جداً نادرة من الملاكمتين قد تحدث المفاجأ ثم ذكرت أخي راكان أن هذا الأمر يشمل نزالات النساء عموما حسن لكن جميل أنه عم نشوف الملاكمة النسائية تسدهر نوعاً ما نذكر أول ملاكمة نسائية حظيت بنزال كبير على أندركارد لمايك تايسون كانت كريسي موران كان في عنها فيلم وثائقي على نتفلك أيضاً إذا نجي بنخلط الملاكمة النسائية والرجالية ففعلياً أفضل ملاكمة من الجنسين لبقى كلاريسا شيلد كلاريسا شيلد ملاكمة الوحيد البطل بلا منازع بثلاثة أوزان والملاكم الأسرع بطل بثلاثة أوزان لبمعنى فازيلي لومتشينكو أصبح بطل في ثلاثة أوزان بتسع نزالات فقط بينما كلاريسا شيلد حققت نفس الإنجاز في خمس نزالات ولكن هذا صبعاً لما تجي بتشوف الفرق بالخصوم وكمية الخصوم الموجودة في ملاكمة الرجال تحرك بعد ملاكمات السيدة بالقرب لا ريتا كما ذكرت تحرك بعد ملاكمات السيدة لن احضروا ريتا شيد شادنها في نظال مملك العربية العودية في حدث بي افن ضد البلاتور العام الماضي لكن نتمنى انه نشوفها في نظال ملاكمة في المملكة العربية العودية سنان هي سيطرت في الملاكمة ونقصون كتلي المتلطة أيضا على الطارق أنا ذكرت برضو آن وولف آن وولف ولكنتها لك مقابل آن وولف آن وولف كانت مدربة جيمس ترينل جيمس ترينل صح آن وولف شرف شرف نادرات الشرفات نتابع أول نزال سيدات بالمملكة العربية السعودية على لقب نعم صحيح على لقب وكذلك بطاقات موسم الرياض كل شيء يفعله موسم الرياض التاريخي ودائما كنت أتكلم أنت أمين عن البطاقات ليس فقط البطاقات مجنونة إنما النزالات اللي عليها تنفع تكون على أكثر من حدث يعني الحدث الواحد لو في بلد آخر مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة بتشوف النزالات هذه بثلث أربع أحداث كل واحدة اخرجوا منها هذه لكة رحوية جدا لريفن ورندت لها سكاي فوتورك حق سكاي راح ممتاز أنا هذا لاحظت مثلا لك بالتدريبات المفتوحة من التحركات جدا حلوة لكن الشراسة والضغط والعنف والخشونة عن دريفن أكثر أفضلية صراحة سكاي ناكنسل أنا شايف أدي هيرن عم بيشجع سكاي أعتقد أنه يحاول أن يأخذ أي فوز على فرانك ورهن بعد ومبلي سنة فرانك ورهن رائع رائع طبعاً ميزة أنها ساوث بوك تسوي قليلاً ساوث بوك بمعنى أنها ملاكمة يسارية ابتسامة من سكاين أكنسا ساوث بوك تسوي قليلاً الآن ثلاث جودات مقابل لشيء عطيتها سكاين أكنسا أستمر معكم ساوث بوك تسوي قليلاً 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 ساوث اخر ناكلسون تبدل مجهول بدني كبير جداً من خلال التطورات حول الحالبار وليس من السهل حد الآن الجولة الرابعة ولا زالت تطوف حول الحالبار وهو أسلوب دفاعي ونجومي في نفس الوقت لكن إذاها تحت معم تحمي وجهها في كاي هذا أسلوبها في القتال لكن كما قلت ربما أمام ملكمات من حجم ريفن هذا الأمر ليس بالاختيار الجديد هذا هو سكاي ستريت كاونتر شوفوا الجولة الثانية قد تذهب ريفن شاكمن جولة ما كان فيها شي للامانة لكن كانت ريفن شاكمن هي المتقدمة في الجولة ذكية جداً ناكلسون كاونتر جميل سكاي ناكلسون تدخل أو بالصح تتقدم عليها ريفن شاكمن تعطيها لكمة وتطلع على طول من اللاتران سايد الجهة الوحشية تميم هل وقفت سكاي تذكرك بأي ملاكم وقفتها ورأي طريقة الرمي اللكمات هل تذكرك ملاكم معين؟ أنت كثيراً تحضر الشاكي جمعاً يبدو أمامك لأنه يحصل على جهزة سعيد إنه تحديث لأنه يحصل على صاني ويقوم بإصدقاء ما حملت في هذا المحل كان في حاجة فقرى عدد من من المنزل كان قد محقاً وفي حال 30 سنة لا يوجد فيه كدوان محقوقًا ولكن شخص اخبار ايضًا افصار لديه ينزل لديه حاليا سيقوم بتحديده لديه جزء افصار لديه 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 مرة أخبار ما لماذا أعطيه؟ أين أعطي رجل سيطاً لديه ويقفت لديه حيث جزءاً لديه اسم الوقت تجربة في مرمتاك هل تعتقد لهذا السوداء؟ يا ريكو من الأمور أرى أنه يوضح لا أريد أن تكون قرية لك لأنه لم يكن أحد مرة لأنه لم يكن أحداً لم يكن أحداً للمشاهدة لدينا كاميرات مباشرة على منا فقط مجموعة كامير شكراً طبعا هو محبوط جدا وكان بين عليه أنه عاطفي جدا وقال أنه أنا طول حياتي ما حدا أعطاني عقد ترويج وكانت هذه فرصتي أني أخذ عقد ترويج لكن أكيد حتشوف النزال هذا مرة ثانية وأعتقد أنه صراحة كسب احترامي بالنسبة الدياب تام بكل تأكيد سكاي بين عليها الارتياح صحيح في مرح بالأداء يعني سعيدة بأداءها وحاسة حالة عن تعمل شيء تاريخي لأنه مثل ما ذكرنا هذه أول قطولة للسيدات في المملكة العربية السعودية تماما ملاكمة من الضراز العالي طريقة التي تصيد بها هجمات ومضيقة كذلك تدرس يعني بهذا الشكل الدفاع المفتوح ثم اللعب على التحركات في الجوانب ثم قلت لك الأساسية تفتح تخطئ الهدف نهائيا يعني لو عندها شوية باور سكاي كان في ترى حطت شابتن على وقتها مرة تماما الأساسيات حقا سكاي ناكلسون واضح أنها أفضل حركة سكاي ناكلسون أفضل اللاكمات الأوضح سكاي ناكلسون الدفاع أفضل من سكاي ناكلسون ولكن الهجوم أفضل من ريبينشان نشاهد في الخلفية كمان معالي المستشار يبارك لمحمد العقل بالفول ناكلسون ناكلسون أداء مشرف جدا أداء أكثر من رائع ليس مشرف فقط أعم هو مشرف ولكن ينبئ بوزوغ نجنبورة كما جديد نهاية الجولة الخامسة نحن الآن في منطفف النزال إلى الآن أننا نحن نعلم أنه في سلطرة جميلة جدا سكاي إلى الآن في منطفف النزال اللي طالحها نعبتها حتى الآن أربع دولار تقافي من جولة واحدة نحن الآن مشاهد الجمانية تتوافت إلى الكندوم هرينا قاعدين يعبون دخبة الدسبوتت وهي لحبة من زمان ونحن نستناها للأمان 19 سنة 19 سنة 19 سنة نحن نستنى لعبة فيديو وعن الملاكمة وأنا وعن الأمان لعبتها من كم يوم لفاترة بسيطة يعني وبعد الإفنت إن شاء الله نتفرغ لها ضروري ضروري نعم نعم كل مرة حنسجل في الفاتكا ونأخذ بعدها تاعة وثاعة عن ذلك طبعاً كمان معلومة في كثير من الناس هنا يا أخوة أنه لعبة الاندسبيوتد هذه في فضل ودور كبير لموسم الرياض ولمعالي المستشار لحتى قدرت تطلع هذا الجيم دعمها دعم ممتاز وأخيراً شفنا شافة الضوء يعني بسبب جهود ودعم موسم الرياض ومعالي المستشار بسبب جهود تماماً إذن الشراسة مستمرة بين هذين الملاكمتين لحد الآن نفس المستوى نيكلسون بنفس التحركات الرائعة هذه أمامكم ريفن تبحث عن حلول لتخرج من هذه الورطة وتحصل على بعض اللكامات الناجعة لأنه إلى حد الآن سكاي نيكلسون هذا الوجه المكتسم دائماً ما تصير الهدف بدقة ولا تخطئه نهائياً قناصة بالفترة لنفس النظرات نفس الافتسانة صاحبة اللباز الأزرق نيكلسون عندما تتدعت هذه المرة صحبة ريفن كانت تظن أنها ستلقم إلى الوجه لكن كانت دبارة على اللقمة قوية إلى الجسم و يظهر أن هناك اختصاح واضح بمقاة صراحة أسلوبها مميز جداً دائماً للملاكمين أصحاب الأسلوب المميز لا ينجقون في الملاكمة الاسترافية هذا المستوى من الثقة ليس سهلاً ويحتاج الكثير من التدريب كذلك يحتاج الكثير من الإتقال دائماً عندما تكلم فادي قبل قليل عن فلويد مايوذور عن العديد من الملاكمين الذين يقومون بأسلوب مثل هذا فمتذكر بداوته مع محمد علي رحمة الله عليه فدائماً ما تتقن الأسلوب بدفاع للأسفل لكن تتحكم في النزال بشكل أشامل هذا الأمر لا يفعله سوى الكبار نظر إلى المملكة أرينا بالإستعداداً لنداله أمام فابيو وارثي هو يرتدي سعار هذا المصر خليفنا بالنصر سعار فريصنا هذه النصر أو خميل من هذه النصر لا أفهم البنطانيين الذين يأتي لأنه رونالدو كان يلعب بالدوري لأنه يلعب بالشاشة كما تشتر المعظمهم يشترون الجيرزي أو الخميل هذا هدف فابيو وارثي نزال أول كان خارف من هذا فرافي كان ممكن وفي كل رياحية أنه يأخذ نزال السنة صحيح كان يسددان السواريخ ليس لك ماز طبعاً طاعة حتذكر فريجو كلارك خامسة فايرواكس ألعب نارية تعقيباً على كلام أمين عن موضوع الأسلوب سكاي نيكلسون بحس الملاكم أو الملاكم اللي ما عنده قوة ضربة قاضية لازم يركز بأسلوب يكون هادئ يعتمد على فوز بالجولات يعتمد على يكون مخنع جداً لأنه يعرف أو هي بتعرف أنه ما بيقدر أو تقدر تنهي النزال بضربة قاضية يعني بتسوي الحين سكاي ويذكرني بأسلوب بول ملينادي شوية نيهي عن حركة الاعتماد على الجاب والكاراتر يعني حالياً عوضتنا شوية عن بن وتكر لأنه بن وتكر ما شفنا عن التعرض لكن التعراض سكاي إلى الآن رائع جداً والجميل في الأمر إذا تلاحظ أنه مستمتعة تماماً فيما تفعل يعني لاحظ الإبتسامة ونفس النهج تبدو أنه مستمتعة لغاية بما تفعله طبعاً مثل ما ذكرنا في نجوم بملاكمة السيدات في السنوات الأخيرة كانت جداً ممتازة نذكر منها أليشا بومغاردنر نذكر منها جيسيكا مكاسكل نذكر منها سيسيليا بريخس كايلر أيضاً ميار كمان في كثير سيرانو أماندا سيرانو في كثير ملاكمات صراحة نجمهم صلع مع ازدهار الملاكمة السيدات وطبعاً مثل ما ذكرنا سابقاً كلاريستا شيلد تبقى هي الأعظم على مر التاريخ ملاكمة فتل بلا منازع في ثلاثة أوزان ما ترونه نظر ملاكمة لكن ما أره أمامه هو تدريس للملاكمة من طرف سيساً 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 فلو إذا كنت أخطوه سيساً سيساً هكذا سيساً سعيد سعيد أفضل جداً يعني هي لا تفوز فقط بل تتفنن في الفوز أفضل جداً أفضل جداً موهوبة موهوبة بفتاة صراحة نيكلسون كنت عم معلق على موضوع أنه سكاي نيكلسون نجح تخططها بأنه هي قدرت تاخد الجولات الأولى وحالياً كلما عمضطرب إلى نهاية الجولات حتضر ريفن تشاكمن أنه هي تزيد الضغط وحتتفيد منه سكاي بالضربات المعادلة صحيح ما لهيلاً ناكاوتاً صحيح 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 إذا تشاهد نيكلسون نفس الأسلوب لا جديدة يذكر إذا بنفس الحركات التحركات إلى جوانب الحلبات ثم إصابة الهاتف ورلكم بقوة وإعادة نفس السيناريو وكأننا نشاهد نسخة من جوانب الصالح صحيح 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 وكانت باستيادها من خلال جعلها تتقدم ثم تسديد لكمة عبريكاات أو لكمة صاعدة قوية نيكلسون يبدو أن تكشف عن أسلوبها وكيف تتحرك لكن يبدو أن ريفن رغم ذلك لا تجد الحلول النهائية شاقة عالية جداً عن سكاي وأكيد هذا الاستعراض سيبدو حدين يعني ضروري يكون عندك متسوى بدن عالي جداً وحتى الملاكمين الذين يقومون تسديد لكمات كثيرة فمثلاً تسديد أكبر 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 الأمر عالي لكن تشاهد ملاكمين طيلاً من الجوالات مسددون أربع لكمات وليس بالأمر الهايي النهائي كي تسدد مزيج من اللكمات كبير فتحتاج أن يكون لديك مساوى بدني عالي جداً وقوة تحمل عالي التي تتمكن من الصمود وأنت تسدد ذلك النوع من اللكمات خاصة إذا أصابت على الهواء ولا نصف الهدف فتخسرك الكثير من الجو وصند منك ذلك وضح حسابات وبذلك تخارحه حين انتهاء مثل ما لاحظنا بالإعادة كان فيه يمين جميل جدا من ريفين شافمن لكن كان بعده نطف غير مقصود أصاب وجه سكاي نيكلس كما أشرت فادي بأن طريقة أسلوب نيكلسون بوضع الرجل اليمنى إلى أمام يصعب الأمر على ريفين يعني لم تكنوا المناسبة لإخترار الدفاع ربما لم تواجه ملاكمات بأسلوب أشهر من قبل فالموضوع عبارة عن سر لم تصدع ريفين فكاه لحد الآن شوفها الكثير من قبل شوفها الكثير من قبل مستعدة تماما بينا انها جاي مستعدة تماما واصلا لاحظنا نحن بالأسبوع الحدر كلمة يقدموها حتى الآن على الحلبة يقدموها أنه The Future Undisputed أو بمعنى أنه هي الاسم اللي هي مختارة لنفسها أنه مطلت العالم بلا منازع المستحرلي واضح أنه هي مركزة وعمها هذا لمستقبلها وشغالها على قرير جداً منتغفا صحيح صحيح دائماً فايتمون طرف واحدة حين تتعطيها يعني اللي تكون الجولة اللي اجتهدت فيه ضبط اوه يأسر رتمة قوية جداً من نيكلسون رغم أن ريفن تحاول أن تبقى حذر قدر الإمكان لكن دائماً الإنهاء يكون لنكلسون بطريقة ذكية جداً على طريقة الكبار دائماً يا رائع اوه يقرب اوه يقرب رأيتم بحيث اوه بحيث بحيث بالقعام سيقرب صحيح شهر صحيح عن حزام سكاين يكيدسون سيصبح صحب الحزام وهناك صحب الحزام وهناك متحدثة ايضاً واحدة ستحسر رصيدها عن خالي من الهزائم سن غير مهزومتين وعلى ما يبدو أن ميكلسون في الأسبقية وفي طريقها المحافظة على لقبها العالمي في أول نزال على لقب سيدات هنا بموسم الرياض ما له لنكاوت يا أمين طبعاً سكاين اكلسون فيه شغلتين خفرت عليها في الفاين الابتسامة رقم واحد رقم اثنين انها واقفة بين كل الجولات صحيح ما جلسة وهذا اندر على شيء فيدر على الاستعداد الكامل وكذلك التركيز يعني كما قلنا من قبل نزال الليلة يحتاج شهور تداريب لذلك صحيح ما وقع لي ويتكر ليس بالأمر الهيئ تساعد لأشهر ثم بعد ذلك تنسح يعني يقع له في أمره مثل تلك الطريقة ليس بأمره جيد صراحة واذكر كبتن تميم طبعاً لوباع طويل في التدريب الكبتن تميم أذكر ذكر أن الجلوس فيه من التولاد في بعض الأحيان يرذق الملاكة أكثر صحيح الجلسة والقومة يبذل فيها الملاكة مجهود أكبر يطلع من الرذف حادثاً طبعاً مدارس مختلفة قد يفضل الملاكة ذات وقد يفضل كلها دكتور يعني جميع النظريات صحيح احنا أخذناها وتورثناها في عالم التدريب من اللي شكناها وتعلمناها يعني مثلاً في ملاكين يحب يرم بلحيتهم مثلاً لأنه في مستوى تقول أن اللحية تتخفف من قوة اللكبة اللكبة خلناك المئة في المئة مثلاً حتنزل على وجهه بقوة مثلاً سبعين في المئة لأنه في شيء منعها من تلصر الوجه دائق لكن أيضاً فيه كميشن أو منظمات معينة ما بتسمح للملاكمة دائمين خلي دائمين لك مقاوية من نيكلسون صراحة ما نشاهده هو درس في الملاكمة تقوم به الأستاذة نيكلسون شفنا على طرف الشاشة قبل شوي أدي هيرن وفرانك ورن عم يتابحوا أنا كم لا بشوفهم وقفين مع بعض أو جلسين مع بعض يعني بحث بحث أنه شيء غريب جداً وهذا واحد من إنجازات كمان بوسم الرياض هم معنا صح من إنجازات عاشق الرياض الملاكمة معايدة المستشاة جاب زي ما قلنا دائماً البروموشن كومبانيز خلاهم كلهم يشتغلوا لمصلحة الملاكمة بالفعل أصلاً ما ذكر وفادي قبل قليل يعني أن مشاهد كل من فرانك ورن وكذلك إي بي هير يضحكان مع بعضهما هذا الأمر حتى لو قلته لمتابر الملاكمة قبل سنة من الآن لن يصدقك صحيح سيقول لك آخر شيء أتصوره هو صداقة بين وارن والهير وعن تسجيله من 599-91 لسكاي ميكنسون أن تكون 98-92 لسكاي ميكنسون طبعاً لتوضيح ما حدث بالنزال السابق بين بن ويتكر وليام كاميرون قالوا أن الضقوط كان بعد الجولة بعد الجولة الخامسة فإذلك تُعصب الجولة السادسة وإن لم يحسد فيها شيء طبعاً لحسب الفايت السادسة تكنيكال دروو أي تعادل التكنيكي أو التعادل التفري كيف شفتن فايتك يا شباب؟ صراحة كميزات سيدات يعني زينا قوسين لأن هناك جماهير ملاكمة هناك من نشاهد نزالات الرجال في الأغلبية بأنه كما قلنا دائماً نزالت أني سألتكم بها ضربة قاضية صحيح، كثيرة ونحن كجماهير الملاكمة دائماً لا نفضل الدرمة القاضية فصراحة نزال في المساوى وأسلوب نيكالسون أعجبني كثيراً يعني كين تُسيطر على الخصف وتتحرك بكل أريحية وتُسدل لكماك وما تُسيطر على هدف وتتقى بنفس المساوى طيلة الجوالات العاشر فصراحة ليس بالأمر الهيين فصراحة ليس بالأمر الهيين and both judges Kieran McCann and Moises Mellum scored the same 98 to 92 all in favor of your winner by unanimous decision and still winning WBC and the winner of the world is Kieran McCann and Moises Mellum and without a doubt and adding the 11th anniversary of its journey here is the history of the Saudi Republic of the Arab Republic the first win on the world's winners in the tournament Sky Nicholson شو اسجل اسمها دينا اقوى الحضور في احداث نسخة موسم الرياض بالملاكمة ونقولن شوية تنفس ايدي هيرون السعداء شي بسيط يعني تماما ما لقاها من العيال انا لقاها من بلات شانس صحيح دائما يقولون ان البلش اخير من الاولاد كخرفة احد دائما على الاذاة فعل فرموتر حقها كاتوين بلد حنونة و جابتو حجام وحفظة 12-0 وانا اكتبت موسم النار أليسيا باومغاردنة امانا ترانو اذا كنت تعالى كايتين تيلر اونا اقوى ايضا 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 كريس ريباك جنور انه يبقى ايضا امانا امانا امانا